اشتركوا في القناة ادام النمر يثير ردود فعل متباينة على الصعيدين المحلي والدولي والرياض تؤكد انها تنفذ احكام القضاء دون النظر للمواقف الخارجية مشاهدي ومستمعي المدى نحيكم اينما كنتم وليكم نشرة اخبارية مفصلة بدايتها مع رياض اهلا بك مجد اهلا بكم مشاهدين الكرام مستمعين الاحبة في كل مكان الى تفاصيل هذه النشرة علن جهاز مكافحة الارهابة تطهير اربع مناطق في مدينة الرمادي من العبوات الناسفة مؤكدا ان مركز المدينة والاحياء القريبة منها مطهرة بالكامل واهملة المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان اشار الى ان احياء الجمهورية والثيلة وفلكة الدولفين وجسر البفراج باتت مطهرة بالكامل من العبوات الناسفة والمتفجرات التي زرعها عناصر تنظيم داعش في محاولة لاعاقة تقدم القوات الامنية وشاركت تأول سرية من مقاتلي العشائر بعمليات تبكيك المتفجرات الى جانب القوات الامنية في الرمادي من جهة اخرى قال ناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول بان عدد عناصر داعش في الرمادي لا يتجاوز مئتي عنصر واشر لان معركة الانبارة باتت في هذه المرحلة معركة معلومات استخبارية رسول اضاف ان الاجهزة الاستخبارية بكافة تشكيلاتها تمكنت من تحديل اماكن تجمع عناصر تنظيم داعش وخطوط امداداته وطرق المواصلات التي يستخدمها فضلا عن مستودعات الاسلحة التابعة له مؤكدا تدمير قدرات كبيرة للتنظيم وكسر خطوطه الدفاعية الى ذلك قتلت القوات الامنية سبعة انتحارين من تنظيم داعش شرق مدينة الفلوجة في محافظة الانبار المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معان اوضح ان القوات الامنية احبطت عملية انتحارية لسبعة انتحاريين حوالوا التقرب لمقر الفرقة الاولى تدخل سريع شرق الفلوجة حيث تم رصدهم واستدراجهم وقتلهم جميعا خارج مقر الفرقة فيما اضاف ان العملية مخضت عن مقتل جندي واصابة اثنين اخرين الى كركوك اذ نفذت قوة امريكية كردية مشتركة عملية انزال جوي جديد على ثلاثة مواقع لتنظيم داعش في قضاء الحويجة العملية التي استهدفت منقر الشرطة الاسلامية التابعة لتنظيم داعش وموقعين اخرين في قرية الخان وقرية الشريعة اسفرت ان اتقال عدد من عناصر التنظيم في تلك المواقع الثلاثة في عملية امنية هي الرابعة من نوعها قامت قوة امريكية وكردية مشتركة بتنفيذ عملية انزال جوي على ثلاثة مواقع لتنظيم داعش في قضاء الحويجة تمكنت خلالها من اعتقال عدد من عناصر التنظيم العملية بدأت في الساعة العاشرة من مساء ليلة السبت وانتهت في منتصف الليل حيث استهدفت مقر الشرطة الاسلامية التابع لداعش وسط القضاء وموقعين اخرين في قرية الخان وقرية الشريعة وقد تمكنت تلك القوات من اعتقال عدد من عناصر التنظيم في تلك المواقع الثلاثة دون الكشف عن اعداد قتل التنظيم او المعتقلين ثلاث عمليات مشابهة نفذتها قوة امريكية اثنتان منها مع قوات كردية والثالثة بمشاركة جهاز مكافحة الارهاب حيث اسفرت تلك العمليات عن قتل واعتقال عدد كبير من قادة التنظيم بينهم والي الحويجة اضافة الى تحرير عدد من المواطنين الذين كانوا محتجزين لدى داعش هذا وكشف مصدر محلي في نين واهرب قادة تنظيم داعش من الذين يحملون جنسيات عربية واجنبية من المحافظات باتجاه الاراضي السورية بعد عمليات الانزال في الحويجة المصدر ذكر ان غالبية الفرين يحملون جنسيات اجنبية وهم من قادة الصف الاول بالتنظيم مؤكدا ان معلومات استغباراتية اكدت ان قادة مصليين تركوا منازلهم وانتقلوا الى منازل ثانية خوفا من عمليات الانزال واعتقالهم اسوة بعمليات الحويجة جنوب غربي كاركوكا واضاف المصدر ان التنظيم بدأ يجبر السكان المحليين على الانخراط في صفوفه بعدما رفض غالبية المواطنين العمل او التعاون مع قادته هذا وعدم تنظيم داعش ابرز قيادته في قضاء الحويجة جنوب غربي كاركوكا بتهمة سرقة اموال النفط المهربة فيما اكد ان عمرية العدام نفذت في مدينة الموصل مدير شرطة القضاء العقيدة فتح الخفاجي قال ان تنظيم داعش عدم مستشاره العسكرية في كاركوكا المدعو خليل احمد علي الجبوري والملقب خليل ويس بتهمة سرقة اموال التنظيمة مبينا ان الارهابية قام بسرقة اموال النفط المهرب من حقول علاس والدجيل واضاف الخفاجي ان جثة الجبوري وصلت الى ذويه بقرية الويس زهدية شمالي قضاء الحويجة حيث تم دفنه بمقبرة عناصر الجيش والشرطة الذين عدمهم التنظيم والتي خصصت للمرتدين بحسب زعم تنظيم داعش احبطت طائرات التحالف الدولي مخططا لتنظيم داعش الهجوم على المناطق المحررة شرق مدينة الموصل مصادر امنية بيانت ان المئات من التنظيم مدججون بمختلف انواع الاسلحة يستقلون عربات حديثة كانوا يتحشدون في محاور مناطق تلكيف ونوران وبعشيق للهجوم على القوات الكردية المتواجدة هناك فيما اكدت المصادر ان طائرات التحالف شنت هجوما على تجمعاتهم ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات منهما وتدمير اليات ومعدات قتالية مختلفة تابعة لهم فضلا عن هروب الاخرين نحو الموصل مع تواصل الاستعدادات العسكرية لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش اشهدت الاوساط السياسية بالانتصارات المتحققة في الرمادي ورحبت بقدوم جميع القوات الامنية التي ستشارك في عمليات التحرير بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الامنية في الاوينة الاخيرة ومنها تحرير الانبار من دنس داعش الارهابي وخطة تحرير شرقاط ومضي قدما نحو الموصل لتحريرها من براثن الارهاب اصبحت على طبق من ذهب في ظل انهيارات كبيرة في صفوف التنظيم الارهابي بالحقيقة هذا التنظيم تلقى ضربات كبيرة في الاوينة الاخيرة من قبل ابناء الحجد الشعبي والقوات الامنية من الجيش العراقي وبقية القطعات سواء كانت في المحور الشمالي الشرقي من قبل قوات حرس الاقليم تلقى ضربات كبيرة وكثيرة كل هذه الضربات ادت الى انهزام الروح المعنوية لدى هذا التنظيم وبالتالي النتيجة سوف تكون النتيجة اصبحت هروب هذه التنظيمات وقياداتها الى داخل الموصل او الى خارج العراق عن طريق الجارة سوريا هناك انكسار واضح لان المناطق شاسعة تم تحريرها بعيام وباقل خسائر السياسيون في مدينة الموصل يرحبون بقدوم اي قوات عراقية لتحرير مدينتهم من دنس داعش الارهابي على ان تكون تلك القوات تحت اشراف قائد العام للقوات المسلحة الجيش العراقي سيكون له دور الفاعل والكبير بقيادة دكتور رئيس الوزراء قائد العام قوات المسلحة ووزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي وكذلك قيادة الشرطة المحلية والحشود الموجودة من ابناء المحافظة وقوات البيشمرقة باذن الله تعالى بالتأكيد سوف نرحب بالجيش والحجد الشعبي الابطال الذين حرروا المناطق وان شاء الله تحرير نينة وستكون على ايدي قواتنا المسلحة البطلة باتجاه الموصل تتوجه بوصلة الاستعدادات الامنية من قبل القوات الامنية من الجيش العراقي وقوات البيشمرقة الكردية وابطال الحجد الشعبي بعد تحقيق انتصارات كبيرة على عصابات داعش الارحابية التي بدأت تلفظ انفاسها الاخيرة بروح وطنية عالية اقام تجمع المعاقين في العراق احتفالية بمناسبة رأس السنة الميلادية وتهدف في طياتها الدعم الكامل للقوات الامنية العراقية التي حققت انتصارات في جبهة الرمادي وتطالبهم بتحرير كامل الاراضي العراقية المزيد ماضي احاتم بعد الانتصارات التي حققتها القوات الامنية وابناء العشائر في استعادة الرمادي وتزامنا مع احتفالات اعياد الميلاد اقام تجمع المعاقين في العراق احتفالية على حدائق ابي نؤاس نحتفل بمناسبة انتصارات قواتنا البطلة في الرمادي على قوة الظلام الداعشية ونحن كذوي عاقة لن نكون بعيدين عن الحدث والتفاعل مع ما يحصل في بلدنا العراق نعطي العزيمة والقوة والهمة لقواتنا الباسلة لكي تستمر في تطهير كافل تراب الوطن وان شاء الله الجولة المقبلة في الموصل وعلى الرغم من بساطة الاحتفالية الا ان الحاضرين اشادوا بالروح الوطنية التي يتمتع بها اعضاء جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعدون جزءا من ابناء الشعب بامكاناتهم هذه البسيطة استطاعوا ان يلملموا شملهم وان يقيموا هذا الاحتفال تزامنا مع الانتصارات الكبيرة اللي حققت قواتنا الوطنية وحشدنا الشعب المبارك بالاضافة الى كل الاخوة المعنيين كلهم احنا لدينا تواصل معهم والاطلاع على ما يحتاجونه نتمنى بان تدوم هذه الفرحة ودعنا عام 2015 بانتصارات واستقبل ايضا بفرح غامر والفرح الغامر هو عودة مدنية لبغداد وللعراق واقصد بعودة المدنية الاحتفالات التي رافقت اعياد الميلاد ورأس السنة والانتصارات عبر عنها ابناء الشعب العراقي عن طرحتهم بهذا الموضوع بشكل كبير اصبح مثار العالم هذه الاحتفالية وبحسب منظميها تأتي لدعم ابناء القوات الامنية ومؤازرتهم في تحرير اخر شبر من ارض العراق الذي استولى عليه تنظيم داعش من بغداد ضياحاتهم المدى لما تشكله العشائر من اهمية في دعم واسناد القوات الامنية لتحرير مناطق من ايدي عناصر تنظيم داعش اقيم في صلاح الدين مؤتمر موسع ضم مسؤولين وقيادة امنية وشيوخ عشائر المزيد مع سجد الربع لما تشكله العشائر من اهمية في دعم واسناد القوات الامنية لتحرير المناطق من ايدي عناصر داعش اقيم في صلاح الدين مؤتمر موسع ضم مسؤولين وقيادات امنية وشيوخ عشائر تقديم المعلومة الاستخبارية الدقيقة نظرا لقاعدة معلوماتهم عن مناطقهم كان من اهم محاور المؤتمر المتناقش عليها كل العشائر اليوم في صلاح الدين احنا مجتمع عشائر متجانس ولا يهمنا الظلامين الا هم قلة قليلة وان شاء الله سينتهون للأبد وتبقى محافظتنا رايةها عالية نحن باموالنا وانفسنا ومسح وداري اصابات داعش الارهابي اضافة الى استشهاد ابني فنحن حزام ويد طولة بيد الجيش العراقي والقوات الامنية والحشد الشعب الكريم احجافيات عن تحركات الدواعش اللي كانوا موجود بالمنطقة حتى لو كانت استخبارات على مدرسة الجوة الطيران احداثيات دقيقة 100% تشكيل افواج من ابناء العشائر وانخراطها مع القوات الامنية في عمليات تحرير ما تبقى من صلاح الدين باعتبارها سندا وظهيرا قويا للقوات الامنية مسؤولون اكدوا مشاركة جميع العشائر في المناطق المحررة في عمليات التحرير القادمة شيوخ العشائر وجهاءهم هذه العشائر الاصيلة التي وقفت وساندت قواتنا الامنية وسرايا الحجد الشعب الابطال بل الكثير منهم انخرطوا ضمن سرايا الحجد الشعب الابطال لاجل تحرير مدن محافظة صلاح الدين من دنس اصابات داعش كل العشائر في المناطق المحررة التي حررت توا والتي تحررت قبل سنة هم مستعدون وهم مشتركون من كل الاخضية ليست في كل انقضاء بحد ذاته من كل الاخضية انتقلطت وتنظمت تحت القوات المسلحة والحجد الشعبي لتحرير ما تبقى من ارض صلاح الدين يذكر ان العشائر الرافضة لوجود داعش كان لها دورا حيويا ورياديا في تحرير مدن عدة في صلاح الدين فدعمها المتواصل سيشكل قاعدة ارتكاز الرصينة في عمل القوات الامنية خلال المرحلة القادمة لاسيما عمليات تحرير قضاء الشرقات من صلاح الدين سجاد الربيعي قناة المدى اكد النائب ينادم كنان نحو 800 الف مسيحي هاجروا من العراق خلال العقود الثلاثة الماضية واوضح كنان عدد المتبقين من المسيحين في العراق يقدروا بنحو نصف مليون شخص بعد ان كان عددهم يقدروا بمليون وثلاثمائة الف مسيحي وابقى احصائيات العام 1987 مبينا ان مناطق الموصل وسهل نينوى كانت تضم 180 الف شخص من الديانة المسيحية الا ان دخول تنظيم داعش في الفترة الاخيرة اضطر عددا كبيرا منهم للهجرة الى اوروبا مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة لكن بعد الفاصل قد ينسى الناس ما نقول وقد ينسى الناس ما نفعل يعني هذا الطفل هي شيء هذا طفل بيغوط بعد ما يطلع لحنهم لا ينسون ان السكوت عن حقوقهم يكون فادحا وصعب زين عايشين على الله وعالرادة زين الجيل يعني دا يقول لنا روح اسرقوا والله العبيد يا الله اذا شعر حس واحد واحد يقتص جملة بجملة بجملة يصف العراق فدور اغتصبت شون ما سميها نازحين اغتصبت راحوا غيروا بالعقارات راحوا غيروا بالطابو راحوا غيروا بالسندات نعم النبي صماره بالسوق نعم يعني هذا عنده زيارة دولة وما عنده وازع ديني ولا عنده مرهابة الله ولا اكو من المسؤولين عليه تابعه بالتأكيد يقتلوا يقتلوا من هنا ندرك اهمية ان نتابع نتائج ما ننقله عبر حوار معقول بين الناس والحكومة اشتركوا في القناة مجددا اشتركوا في القناة بتهمة الارهاب والتحريض عليها بحسب ما جاء في بيانا للوزارة واضفت الوزارة ان المعدومين هم 45 سعوديا ومواطن مصري واخر تشادي موضحة ان هؤلاء متهمين باستهداف مقر الاجهزة الامنية والعسكرية والسعي لضرب الاقتصاد الوطني والاضرار بمكانة السعودية وعلاقتها الدولية هذا واثار لنها سلطات السعودية دهما رجل الدين المعارض نمر نمر ردود فعلا متبينة على صعيدين المحلي والدولية تراوحة بين التنديل والاستنكار الشديدين وبين التأييد لها التقرير الآتي يرصد هذه الردودة اثار اعدام رجل الدين السعودي المعارض نمر النمر ردود فعلا متبينة على الصعيدين المحلي والدولي تلاوحت بين التنديد الشديد به والتأييد له على الصعيد المحلي دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الخروج بتظاهرات غاضبة ردا على أعدام النمر واصفا إياه بالفعل المشين فيما وصف عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي أعدام النمر بالخطأ الفادح أما نواب عن دولة القانون فقد عدوا أن تنفيذ حكم الإعدام يراد به خلق أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة وطالبوا بمنع فتح السفارة السعودية في بغداد بينما دعت كتلة بدر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرياض فورا وإيقاف التعاون التجاري والاقتصادي معها من جانبه أكد دارو إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق تفاجئه بتنفيذ قرار الإعدام مشيرا إلى أن مكتب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أبلغه بتأجيل تنفيذ الحكم فيما عد نواب عن اتحاد القوى الوطنية إعدام النمر شأنا داخليا سعوديا مشددين على أن الاعتراض على إعدامه يفسح المجال للسعودية إلى التدخل بالأحكام الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي وعلى الصعيد الدولي استدعت إيران القائمة بالأعمال السعودي بعد تنفيذ حكم الإعدام بالمعارض الشيخ النمر وأكدت أن المملكة ستدفع ثمنا باهظا جراء قرارها أما حزب الله اللبناني فحمل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها المسؤولية المباشرة عن إعدام النمر واستنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان تنفيذ حكم الإعدام ووصفه بالخطأ الفاتح فيما أدانت منظمة هيوم الرئيس ووتش إقدام السلطات السعودية على إعدام الشيخ النمر وعدته إثارة للعنف الطائفي في البلاد أما الحكومة البحرينية فقد عدت قيام السعودية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 47 متهما بينهم المعارض نمر النمر خطوة ضرورية ومهمة للحفاظ على أمن وأمان كافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أراضيها فيما خرج عدد من المحتجين البحرينيين في تظاهرات منددين بتنفيذ الحكم أما الموقف الإماراتي فجاء مشيدا ومؤيدا بالكامل للقرار الذي اتخذته السلطات السعودية من جانبه عدى المتحدث باسم الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن تنفيذ حكم الأعدام في 47 شخصا أدينوا بما أسماهم التهم الإرهاب والتحريض تم وفق الإجراءات القانونية المتبعة التركي أكد في مؤتمر صحفي أن الأحكام القضائية يتم تنفيذها بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية للتقاضي مشيرا إلى دفع تعويضات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال لمن ثبتت براءتهم من المتهمين وأوضح التركي أن المملكة تنفيذ أحكام القضاء الشرعي ولا تنظر لأي مواقف أو تعليقات أو تهديدات خارجية أخبار المال والأعمال بعد هذا الفاصل بعض القصص تبدأ من النهاية بعض الحكايات لم تكتمل في هذا الوطن كثيرة هي المواضيع الملفات القضايا طريق البحث عن الحقيقة ضويلة لكنه يمر عبر القلوب عبر نبض ناس ترجمة نانسي قنقر من جديد أهلا بكم خلافات جديدة ربما ستخرج إلى الساحة السياسية بعد عزم رئيس مجلس الوزراء الرقيحة لبدي تقديم طعن ببعض الفقرات في موازنة 2016 وهذا الطعن ربما سيعرقل أو يتسبب بتأخير العمل بالموازنة خلال التوقيتات المحددة لها المزيد من التفاصيل في تقرير إبراهيم المحمود بعد تسويط مجلس النواب على موازنة العام الحالي حتى بدأ الحديث عن عزم رئيس الوزراء تقديم الطعن بعشر فقرات داخل الموازنة منها مناقلات مالية والمواد التي أضيفت مؤخرا بيد أن مجلس النواب أوضح أن من الممكن تعديل بعضها وعدم المساس بالأخريات راعينا أيضا حقوق الحجد الشعبي راعينا حقوق النازحين أخذنا بالاعتبار جملة معطيات من خلالها حققنا الوئام وعرضنا الموازنة قبل التصويت على الجهة التنفيذية لم تبدأ اعتراضها وبالتالي من حق مجلس النواب أن يحدث بعض التعديلات وفق الدستور وفق صلاحياته وفي ذات الوقت يقيد بعض الإجراءات خصوصا ما يتعلق بسندات الخزينة رئاسة الجمهورية من جانبها أكدت أنها صادقت على الموازنة التي أقرها مجلس النواب مشيرة إلا أن الأزمات الداخلية لا تتحمل أي تتأخيرات للموازنة ستذهب الميزانية إلى جريدة الوقاة العراقية لكي تكون مقرر لأن البلد لا يتحمل أي تأخير هناك بعض الملاحظات هناك بعض المتابعات لكن بسرعة الميزانية جيدة بما موجود فيها وبما لدينا من أمكانية بما لدى البلد من أمكانية نية حيدر العبادي تقديم الطعون ببعض فقرات الموازنة في ظل التحديات التي تتعرض لها البلاد قد يحدث خلافات داخلية بين الكتل السياسية التي قد تعطل العمل بالموازنة من بغداد إبراهيم المحمود المدى في الوقت الذي تبدي فيه أطراف نيابية تخوفها من الأزمة المالية التي قد يواجهها العراق نتيجة تنهيار أسعار النفط عالميا وجد أخرون أن تلك المخوف غير مبررة في ظل الخزين الكبير للنفط الذي يمتلكه العراق تفدي أطراف سياسية تخوفها من أن تفضي تراجع أسعار النفط المستمرة في الأسواق العالمية إلى انهيار العراق اقتصاديا وهو يواجه معركته ضد تنظيم داعش وبحسب مصادر برلمانية فإن الحكومة بدأت ببحث هذه المشكلة في اجتماعاتها لطرح خيارات تقشفية لتفادي الأزمة المتوقعة ممكن أن نتعدى هذه الأزمة أو أنه لا تكون هذه الأزمة هي أزمة حقيقة حقيقة انهيار الدولة العراقية ولكن أيضا الآن استفادة من الانتصارات على داعش هذا يعطي الزخم الكبير للاقتصاد العراقي يعطي الزخم الكبير للاستثمار في العراق هنا تصبح هناك أرضية أمنية أرضية سياسية بهذا الاستقرار السياسي امتلاك العراق خزينا نفطيا جعله في المرتبة الثالثة بين دول العالم قد يكون كفيلا لتجاوز إزمته الحالية من خلال اعتماد الحكومة على إنتاجها اليومي ومخزونها النفطي العراق لن ينهار اقتصاديا لأسباب عديدة أولا العراق لديه خزين نفطي هناك من يقول أنه أول أو ثاني دولة في العالم من حيث الخزين النفطي قبل السعودية أو بعد السعودية ثانيا أوروبا مرت بظروفها الآن يونان لم ينهار اقتصاديا مع أنها مرت بظروف جدا أصعب من العراق العام الحالي سيكون الأصعب على العراقيين اقتصاديا بعد اعتماد إرادات الموازنة العامة على النفط كمصدر وحيد والذي وصلت أسعاره إلى تسعة وعشرين دولار للبرميل الواحد في آخر إحصائيات وزارة النفط الاتحادية من بغداد محمد صباح المدى من أجل سد العجز الحاصل في موازنة 2016 وعدم اللجوء إلى قرارات التقشف وقطع رواتب المواطنين تتوجه الحكومة إلى بيع سندات بقيمة ملياري دولار في خطوة عدها مختصون بالجيدة والتي ستحقق نجاحا مشهودا لو دعمت من قبل صندوق النقد الدولي المزيد في التقرير التالي مظاهر الكساد الاقتصادي في العراق باتت ملامحها واضحة كارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى ثمانية وعشرين بالمئة أمر جاء كتحصيل حاصن نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم هذا ما أشار إليه المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي واصفا موازنة العام 2016 بالتقشفية التحفيزية فيما أشار إلى أن توجه الحكومة لبيع سندات بقيمة ملياري دولار جاء ضمن مشروع موازنة العام الحالي لسد عزها وهو من طرق سد العز في الموازنة ولا تعكس فكرة التقشف كونها ما تزال كبيرة الخبراء الاقتصاديون من جانبهم أكدوا أن الكساد الاقتصادي الذي تمر به البلاد جاء نتيجة الفقر البالغ لموازنته وخلوها من التعينات وانخفاض أسعار النفط العالمية وفقدان الأمل بارتفاعها قريبا فضلا عن عدم دعم الحكومة للقطاع الخاص فيما أشار إلى أن الحديث عن وجود مقترح لتقليص أيام دوام الموظفين وتخفيض رواتبهم إذا ما تحقق سيؤدي إلى تقليل قدرتهم الشرائية واحتفاظ المواطنين بالأموال تحسبا للمستقبل المجهول أما فيما يتعلق بتوجه الحكومة لبيع السندات فقد رجح الخبراء أن هذه الخطوة من الممكن أن تحقق نجاحا مشهودا إذا ما حظيت بدعم من قبل صندوق النقد الدولي للعراق عادين عدم حصول الحكومة على الدعم أمرا من شأنه يصعب من بيع تلك السندات خارجيا كشفت تقرير عدته لجنة من الخبراء الماليين بالتعاون مع شركة عالمية عن وجود ديون بذمة الحكومة السورية لشركة تسويق نفط العراقية السومو وضح التقرير أن الديون المسجلة بذمة الحكومة السورية تقدر بما يقارب ستمائة وخمسة واربعين مليون دولار مبين أن اتفاقية المقايضة الموقعة بين شركة تسويق النفط العراقية السومو مع الحكومة السورية توجب عقد اجتماعات شهرية بين الطرفين لتسوية الرصيد المستحق لكل منهما فيما أشار إلى أن الطرفين لم يجري تسوية انهائية لعمليات المقايضة لأعوام الفين وستة الفين وسبعة أعلن النائب عن محافظة صلاح الدين بدر الفحل أن وزارة النفط قدرت نسبة الأضرار في مصفى بيرجي بنحو ستين بالمئة وأوضح الفحل أنه برغم الأضرار التي ألحقها تنظيم داعش بمصفى بيرجي إلا أن موظفيه أكدوا قدرتهم على إعادة تشغيل واحدة من عمليات التكرير فيه متهما جهات سياسية بسعي لعدم إعادة المصفى للعمل من جديد برغم حاجة البلاد إليه افتتح وزير الكهرباء قاسم الفهداوي محطة كهرباء ديوانية الغازية بإطاقة 500 ميجا واط فيما شك من عدم إمكانية تشغيلها بكامل إطاقتها وذلك بسبب شحة الوقود الفهداوي قال في كلمة خلال حفل افتتاح المحطة أن المحطة تتكون من أربع وحدات توليدية طاقة كل منها 125 ميجا واط وأن هذه الوحدات جاهزة للعمل واستمرار تشغيلها بحسب توافر الوقود وارتفاع ضغط الغاز واضحا أن المحطة ترفض الشبكة الوطنية بطاقة كبيرة سيتم تشغيلها على الغاز عن طريق الأنبوب الوطنية استراتيجية الممتدة من حقول روبيلة رغم أننا نعاني لحد الآن وللأسف الشديد لم نستطيع تشغيل هذه المحطة بكامل طاقتها بسبب شحة الوقود الذي بدأ يودينا في هذه المحطة وفي محطات أخرى وأصبحت تسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية التي أصبحت متاحة خارج الخدمة بسبب محدودية توفير الوقود أعلنت وزارة الكهرباء فقدانها ألفين ميجاوات من منظومة الكهرباء الوطنية في محافظة الوسط والجنوب نتيجة لتوقف الوحدات التوليدية بيان للوزارة أوضح أن التوقف جاء نتيجة انخفاض ضغط الغاز وشحة الوقود المجهز من وزارة النفط منعكس سلبا على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في المحافظات الجنوبية والوسط والفراث الأوسط مشيرا إلى أن وزارة النفط توقفت عن نقل الوقود بسبب عدم تزديد وزارة الكهرباء لمبالغ عقود نقل الوقود كون وزارة المالية لم تطلق مبالغ الموازنة المخصصة لعام الفين وخمسة عشر شرعت الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير أول شحنة من نفطها وذلك بعد موافقة الكونغرس على أنهاء الحظر المطبقة منذ 40 عاما على صادرات النفط وقالت المصادر العالمية أن شحنة نفط تابعة لشركة كونكو فليبس الأمريكية غادرت ولاية تيكساس قاصيدة أحد الموانا الإيطالية حيث ستستلف شركة فيتولا السويسرية الهولندية ما تحمله من النفط والمكثفات وأشرت المصادر إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتوريد شحنة نفط واحدة على الأقل لشركة فيتولا خلال الأيام المقبلة أكد رئيس مجلس محافظة ديقار حميد الغزي فتح باب الترشيح لمناصب مدير الدوائر الشاغرة في المحافظة مضيفا أنه تم السلام وقراءة السيارة الذاتية للمرشحين وسيتم التصويت عليهم في الأسبوع المقبلة تم فتح باب الترشيح لأكثر من 20 يوم من قبل السيد المحافظ أمام الراغبين بالترشح لمنصب وشغل هذه الدوائر وأيضا تثبيت الذين هم بالوكالة حاليا طرح الموضوع أمام أنظار الهيئة العامة وكانت هناك مقترحات وراءة لدى السادة أعضاء المجلس وضروا الدراسة السيارة الذاتية لهم وأخذ وقت كافي للسؤال والاستفسار عنهم من شمولهم بها المسالة والعدالة أو لديهم دعاوا في النزاهة أو في الأدلة الجنائية والتصويت عليهم في الأسبوع القادم إن شاء الله أجل الموضوع إلى الأسبوع القادم لأتصويت وإعطاء فرصة لأساد الأعضاء للاستفسار وسؤال عن سيارة ذاتية للمرشحين كشفت الدوائر مختصة في كربلاء إصابة عدد من العمال الأجانب العاملين في القطاع الخاص بأمراض انتقالية وبائية فيما حمل المستفيدون من العمالة الأجنبية أرباب العمل مسؤولية صحة العاملين لديهم وجود العمال الأجنبية في كربلاء خلال الفترة الأخيرة بدى واضحا في كثير من المراكز التجارية والمطاعم والأسواق الخاصة ومع أن ما يقدمه أولئك العمال من خدمات جيدة إلا أن بعضهم أصبح يهدد صحة المجتمع بسبب إصابتهم بأمراض انتقالية لاحظنا من خلال الكتب التي تردنا من الدوائر الصحية بالمحافظة عدد لا يستهام به من عدهم بهم أمراض وبائية فإحنا لو ترجع الحقيقة حقيقة أيضا إحنا هم دعيشون مجتمع ومجتمعهم عندهم دعيش تغلون في مطاعم دعيش تغلون بشكل مباشر على صحة المواطنين المفروض أتمنى أنه الجهات الصحية والمحافظة تلتفت لهذا الموضوع بالنسبة لأمراض الـ HIV أو الـ AIDS لم تظهر لدينا أصابات لكن بعض الحالات من التهاب الكبر الفيروسي تم اكتشافها من قبل مراكزنا إجراءاتنا المتبعة هو ترحيل المصابين خارج القطر ويتم تعميم كتب رسمية وإخبار فوري إلى الأجهزة المختصة لغرض إجراء اللازم بإخراج أو إخلاء هؤلاء من المناطق أو من القطر المستفيدون من العمال الأجانب حملوا رب العمل مسؤولية سلامة العاملين لديه وبينوا أن الأمراض التي قد تصيبهم هي بسبب الإهمال وعدم المتابعة وإخضاعهم للفحص الطبي بشكل دوري أي مكان تبعون صاحب المكان أي إنسان اليوم إذا تهمله يعني تحدث من عدة أشياء الضر عملك الضر مصلحتك الضر بلدك كل ثلاثة شهر أو شهرين مراقبين من حالة الصحية والنظافتهم في كل شي طابعهم يعني كل ثلاثة شهر نسوي دورة يعني كنظافة كفحص كامل لهم بالأخير هم واجهة المطعم إدارة كربلاء أكدت أن أغلب العمال الأجانب دخلوا البلاد بصفة سواح وأن عملهم بالمحافظة هو خلاف الضوابط القانونية وبينت أنها تعمل على متابعتهم وترحيلهم إجباريا هناك بعض الأجانب الآن تم إلقاء القبض على بعض العناصر وسيرحلون إلى بلدانهم فرصة عمل لم تمنح إلا بشكل قليل جدا ولكن الأغلب يأتي بصفة ساح ثم ينتقد العمل داخل خاصة مطاعم يعني الأسواق سوبر ماركت المنتشرة في المحافظة ومع إن الجدول الاقتصادية كبيرة جدا في تشغيل العمال الأجانب إلا إن الجانب الصحي أمر لا بد من متابعته لأولئك العمال لضمان عدم تسببهم في انتشار الأمراض التي كشفت عنها بعض الجهة الرسمية من كربلاء طارق الطرقي المدى ناشد طلبة وأولياء الأمور مديرية تربية كاركوك تنسيب مدرسين لإعدادية واحد حزيران التي تفتقد للملاكات التدريسية وخاصة مع قرب إجراء اختبارات الكورس الأول في عامهم الدراسي الحالي المزيد مع حمزة السعداوي وصف تذمر واستياء شديدين من جراء عدم توفير الملاك التدريسي في مدرستهم لا سيما مع قرب بدء ابتحانات النصف النهائي للعام الدراسي الحالي ناشد طلاب أعدادية واحد حزيران في كاركوك مديرية التربية بتوفير ملاك تدريسي لهم كون المدرسة تحوي مديرا ومدرسين اثنين فقط كاد التدريسي ما عدنا احنا بفوق الاربعمائة طالب زيان وبس عدنا رابع وخامس زيان اذا نفدح السادس شون والعلم وان راح احنا من زمان هنا بس كاد التدريسي ماكو يعني احنا بالتسعى نرجع للبيت موان العلم يعني احنا اذا نبقي ايش بس عربينا قعد ناخده والدرس ونرجع للبيت مطالب مديرية التربية في محاولة كاركوك كادر تدريسي استاذ ونطالبهم استاذ لان هنا فتحت لنا مدرسة وماكو كادر تدريسي مشاكل البيئة المدرسية وقلة عدد الملاك التدريسي تؤدي بحسب اولياء امور الطلبة الى تدني المستوى العلمي لابنائهم وضياع عامهم الدراسي فيما يؤكد مدرسون ان هذه المشكلة ستؤكر بشكل كبير على المسيرة التعليمية للطلبة في هذه الاعدادية لهذا العام بالنسبة لمدرستنا في منطقة واحد حزيران يعني تعاني من ملاك ما ادنى مدير واحد في رأسه والطلاب السنة راح تنتهي وما ادنى ملاك وشون باشر راح من يبدأ الامتحانات فالطالب كيف يقدم والمعلم مني يمتحن ويريد منه اجوبة مدير تربية كاركوك مشكور يصدر الاوامر بس الاخوة ما ينفذون يعني يقول يجون يتغادمون اعذار المشكلة بالكادر التدريسة ما يقبل يجي الاجياء مديرية تربية كاركوك من جهتها عزت اسباب عدم اكتمال الملاك التدريسي باعدادية واحد حزيران لافتتاح المدرسة حديثا مؤكدة انها اصدرت اوامر لتنسيب ملاكات تدريسية لتلك الاعدادية هذه المدرسة فتح جديد هذا الاسبوع الثاني او الاسبوع الثاني انتهى احنا اليوم بالاسبوع الثالث من دوامها نقلنا لها ملاك اكيد نقل الملاك هناك مدرسين يعني عندهم تصفية اوراقهم درجاتهم في مدارسهم الاصلية مسألة مو يعني هي ليست حاجة تأخذها من السوق فاليوم صدرنا امر نقل مدرس رياضيات ومدرس تغل انجليزية حمزة سعداوي قناة المدى كاركوك الاخبار العربية والدولية بعد الفصل سيكون موسيقى هناك حلقة الجديدة هذه الحلقة الجديدة إن البنتاجون أخذ ينتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب على داعش بعد أجماد باريس حذر البرلمان العراقي من عرقلة إصلاحات العبادي العراقيين لا يحتاجون لذهب بعيدا للعثور على قارب المهاجرين المترجم للقناة في الملف العربية والدولية أهلا بكم أعلنت قيادة التحالف العربية أنهاء الهدنة في اليمن ابتداء من ظهر اليوم عزية السبب إلى خرق الهدنة من قبل الخثئين والقوات المولية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وقالت قيادة التحالف في بين الله أن قرار وقف الهدنة جاء بعد استمرار الحثيين وصالح في خرقها من خلال تكرار إطلاق الصواريخ الفاليستية باتجاه المدن السعودية واستهداف المراكز الحدودية مضيفا أن الحثيين يتعمدون إعاقة أعمال الإغاثة ويستولون على المواد الغذائية والطبية المقدمة للشعب اليمني ولا يتوانون عن قصف المساكن وقتل واعتقال المواطنين اليمنيين في المدن التي تخضع لسيطرتهم شيعة آلاف الفلسطينيين جثمين 14 فلسطينيين كانت إسرائيل قد سلمتها الجمعة في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية وحمل المشاركون علاما فلسطينية إلى جانب علام الفصائل الفلسطينية المختلفة التي واكبت سيارات الإصعاف التي نقلت جثمين إلى مجد الحسين في وسط المدينة ولم يبقى سوى 17 جثة لدى إسرائيل منها 15 لفلسطينيين من القدس الشرقية كما قال أيمن قنديل أحد المسؤولين الفلسطينيين المكلفين بهذا الملف مضيفا أن مفاوضات جرية مع الإسرائيليين لسعادة كل الجثث بأسرع وقت ممكن ضربت لبنان عاصفة ثلجية قطعت السبل بسائق السيارات وزادت معاناة عشرات الألوف من اللاجئين السوريين الذين تأويهم ملاجئة مؤقتة ودفعت خدمة الطوارئ بجرافات في محاولة لفتح الطرق في مناطق جبلية داخلية في الشمال وجنوب لكن الجهود تعثرت بفعل استمرار تساقط الثلوج التي تسببت بإغلاق طرق في بعض المناطق فيما حصرت الكثير من السيارات وتوقفت حركة المرور مشاهدي ومستمعي ألمدى نشرتنا مستمرة وفيها الأخبار الرياضية مع الزميلة إيناس أهلاً مازدى أهلاً رياضة أهلاً أحباً المشاهدين إليكم نشرة الأخبار الرياضية بعد الفاصل أهلاً بكم طالبت وزارة الشباب والرياضة جميع المعنين بالشأن الرياضي المساهمة بدعم حملتها لرفع الحظر عن الملاعب العراقية أكدت الوزارة أن رفع الحظر عن الملاعب العراقية يعد من أولويات عملها لإعادة الحق لفريقنا ومنتخباتنا وأنديتنا في اللعب بين جماهيرهم وعلى أرضهم إذ أنها ماضية في تهيئة مسلزمات هذه الحملة من خلال ترتيب الملاعب فضلاً عن استضافة مباراة ودية دولية لحضور لجنة من الفيفا التي تأجلت في وقت سابق أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم يحيى علوان أن جميع اللاعبين سواء في الدور الممتازة ومع المنتخب الأولمبي يتمتعون بجهزية فنية وبدنية جيدة قال علوان أن اللاعبي المنتخب لا يحتاجون إلى فترة إعداد طويلة قبيل مواجهة المنتخبين الفيتنامي والتايلندي في شهر أذار المقبل ضمن التصفيات الأسيوية المزدوجة إذ نحتاج فقط إلى عشرة أيام ومباراة تجربية واحدة مع ناد إيراني للوصول إلى الجهزية المطلوبة أكد مدرب المنتخب الأولمبي عبدالغني شهد أن معسكر المنتخب الجاري في الإمارات يتضمن جوانب عديدة مهمة قبيل المشاركة في نهائية أسيا المؤهلة إلى أولمبياد البرازيل التي ستقام في قطر منتصف الشهر الحالي وقال شهد أن المعسكر التدريبي سيرفع الجهزية الفنية والبدنية لللاعبين عبر الوحدات التدريبية المكثفة فضلا عن المباريات التجربية التي ستمنحنا فرصة جيدة للتعرف على مستويات اللاعبين واختيار التشكيلة المناسبة للبطولة الأسيوية ضرب فريق القوة الجوية موعدا مع دهوك في نصف نهاء بطولة كأس العراق لكرة القدم بفوزه على مضيفه الكرخ بهدف دون رد حمل إمضاء اللاعب عماد محسن هشام علي كان هناك وأعد لنا التقرير الآتي التطلع لبلوغ الدور نصف النهائي الشعار الذي رفعه فريقال كرخ وضيفه القوة الجوية في مباراة إياب دور الثمانية لبطولة كأس العراق إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعاد الإيجابي بهدف لكل الطرفين في ملعب الأخير الشوط الأول شهد سيطرة نسبية للفريق الضيف أضاع فيه فرصا عدة قابله توتر الفريق المضيف أسفر في النهاية عن طرد مدربه كريم حسين إلا أن نتيجة الشوط الأول انتهت سلبية كما بدأت يعني إحنا ما نريدنا نعيد المباراة سيناريو المباراة الأولى كلها شافت قدامها لكن اليوم حالة غريبة أن أطرداني يعني ما متجاوز ولا حاجي مجرد عصبية يعني عصبية مدرب شغلة لا عرادية يعني تعرف اللول الهدف لأن تعرف الكرخ مضيعه فرص أحنا ضيعنا أكثر من الكرخ فرص فالحمد لله أشكره هي كرة قدم بالنسبة لأخطاء الحكام أنا أعتبرها بالنسبة لي أخطاء عادية يعني ما يتحمل الحكام وأعتبرها أنا بالنسبة لي بس خروج الكابتن كريم قنبل أعتبره عن ظلم في هذا الشوط الثاني لم يترك الجويون أي تفرصة لخصمه لترتيب صفوفه فشهدت دقائقه الأولى تشجيل الهدف الجوي الأول عن طريق اللاعب أماد محسين وعقب هذا الهدف توالت الفرص الضائعة لفريق القوة الجوية قابلها هجمات خجولة لفريق الكرخ ولم يفلح الفريق بالتشجيل وتغيير النتيجة لتنتهي المباراة بهذا الهدف ويتأهل الجويون للدور نصفا نهائي شكرا للجماهير اللي ساندنا طوال المباراة المباراة سابقة ما قدمنا شيء هذه المباراة قدمنا واستحقنا الفوز بجدارة طبعا مساندة الجماهير أهل اللاعبين أهل الكادر التدريب أهل هذه الجماهير الحاضرة ونقولهم مبروك لكم إن شاء الله ونوعدهم قادم أفضل الحمد لله والشكر هذه المباراة الثانية قدمنا بيها وسببتنا للجميع أن الفريق الجوي يقدرون جماهير يحتمدون عليه والناوس على كل البطلات هذا الموسم إن شاء الله وبهذا الفوز الذي حققه الصقور اكتملت أركان الدور نصفا نهائي الذي من المؤمل أن ينطلق الأسبوع المقبل بلقاءين الأول سيجمعهم بمنافسهم دهوك أما الآخر فسيكون بين الزوراء ونفط الجنوب من بغداد هشام علي المدى يلتقي المنتخب العراقي لخماس الكرة مع فريق السد القطري في ثاني مبارياته التجريبية ضمن معسكره التدريبي الجاري في العاصمة القطرية الدوحة تحضيرا لنهائيات أسيا التي ستحتضنها أوزباكستان الشهر المقبل ويطمح الجهاز الفني بقيادة المدرب هيثم بعاوي الأصول إلى الجهازية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل خوض غمار المنافسات الأسيوية فضلا عن اختيار التشكيلة المناسبة التي يمكنها تحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة يشار إلى أن المنتخب العراقي تغلب على فريق الخر القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين نظم نادي الكرخ الرياضي مباراة استذكارية لمدرب كرة الصلاة الراحل سعد حسين بمشاركة نجوم المنتخبات الوطنية والكرة العراقية إذ جمع اللقاء بين فريقين نجوم المنتخبات الوطنية وفريق نجوم المنتخب العراقي لكرة للخماس الكرة محمد الخفاجي والتفاصيل بمساهمة شخصية من بعض الرياضيين وبرعاية الهيئة الإدارية لنادي الكرخ نظمت مباراة استذكارية للنجم الراحل سعد حسين العضو السابق لإدارة الكرخ والمدرب الفذ لخماس الكرة شارك فيها نجوم الكرة السابقين وبعض اللاعبين من الجيل الحالي أعتقد أنها مبادرة جيدة من أخوى المسؤولين في نادي الكرخ والأخوى القاملين على المنتخب الوطني للصلاة باستذكار الراحل سعد حسين هذه مبادرة أعتقد أتمنى أن تتكرر وتكون مبادرة جيدة للأندية الباقية عاصرتك لاعب منتخب مدرب خلوق مدرب أسس أسس صحيحة للمنتخب الخماسي يعني بصريع ممكن هذا أن نشكر اللاعبين اللي جوي لعبي المنتخب على هذه المباراة وهذا الدعوة إن شاء الله تكون هذا مستمر مناسبة سنوية بحق هذا الشخص اللي بدل كل عمره إلى كرة قدم الخماسي المبادرة هذه حملت في طياتها الكثير من المشاعر الجياشة أزاء الرياضين الذين رحلوا إلى العالم الآخر فالحاضرون تمنوا أن تكون هذه المباراة نقطة الانطلاق لاستذكار الراحلين الذين غيبوا عن الإعلام وانطفأت الأضواء المسلطة عليهم بعد رحيلهم واجب هذا أنا أعتقد بأنه نذكر الناس اللي افتقدناهم خاصة إحنا كرياضين نذكر الناس اللي افتقدناهم من الرياضة العراقية الناس اللي خدموا الرياضة العراقية وبصراحة الكابتن المرحوم سعد حسين يكن من ناس اللي خدمت الرياضة العراقية بصورة كبيرة أنا يكن واحد الناس اللي صاحب فضل عليه الكابتن سعد حسين بأنه قلت لك أمنيتي بأنه رب العالمين بأنه يسكن فسيح جنات إن شاء الله هذه المبادرة ليست الأخيرة إن شاء الله نتمنى من كل سادة المسؤولين الوزارة الأولمبية استذكار النجوم الرياضية لأن هؤلاء النجوم هم رموز للكرة العراقية اللي خدموا الكرة العراقية اللجنة المشرفة على هذه المباراة دائبت على تكريم اللاعبين المشتركين في المباراة بميداليات رمزية بالإضافة إلى تقديم الدروع التقديرية لوسائل الإعلام التي غطت هذه المباراة من بغداد محمد الخفاجي المدى طالبات الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال بعقد اجتماع سنوي يتم من خلاله المناقشة والتصويت على التقديرين الإداري والمالي اسوة بالاتحادات الأخرى أكدت الجمعية أن اتحاد اللعبة لم يعقد أي اجتماع منذ سنتين الذي يتعمد تأخيره بسبب وجود خروقات مالية وإدارية فضلا عن عدد من الأمور الغمضة التي تتعلق بمعسكرات المنتخبات الوطنية يشار إلى أن عددا من الاتحادات الرياضية عقدت اجتماعات للتصويت على التقريرين المالي والإداري أخيرا أكد مدرب المنتخب العراقي للجودو أحمد جسم تجاهل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لتكريم أول لاعب عراقي يتأهل إلى أولمبياد ريودي جانيرو قال جاسم أن تعامل الجهات الرسمية مع هذا الإنجاز يثير الكثير من التساؤلات حول سبب إهمالها لإنجاز اللاعب محمد ستار ورفاقه الذين يقدمون نتائج متميزة برغم التحديات الصعبة التي تواجههم يشار إلى أن اللاعب محمد ستار تأهل إلى الأولمبياد عقب جمعه لمائة نقطة في بطولة العالم باليابان شكرا لحسن المتابعة هذه عودة للزملاء بعد الفاصل شكرا لك إناسا مشاهدين الكرام مستمعين الأحباء قبل الختام تذكيرون بأهم العناوين مكافحة الأرهاب تستكمل تطهير أربع مناطق في الرمادي من المتفجرات والعمليات المشتركة تؤكد أن عدد عناصر داعش في المدينة لا يتجاوز مئتي عنصرنا قوة أمريكية كردية تنفذ عمليات إنزال جديدة في الحويجة وقادة داعش الأجانب يهربون من الموصل إلى الأراضي السورية الطعون في موازنة 2016 تتسبب بجدل بين البردمان والحكومة وتخوفات من انهيار الاقتصاد العراقي بسبب تراجع أسعار النفط أعدام النمر يثير ردود فعل متباينة على الصعيدين المحلي والدولي والرياض تؤكد أنها تنفذ أحكام القضاء دون النظر للمواقف الخارجية مشاهدي ومستمعي المدى نشرتنا الأخبارية انتهت شكرين لكم حسن المتابعة ودمتم في أمان الله ورعايته أهلا لكواب أهلا لكواب أهلا لكواب أهلا لكواب ترجمة نانسي قنقر